هذا بلاغ للناس ومناء دعوته وقادة ألويته وارضى عنا وعنهم يا رب العالمين إخوتي الكرام في سورية الحبيبة مع كل عام يمضي تمر بنا ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وكم نحن أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى دروسها ومعانيها ولكنني سأكتفي اليوم بدرس واحد منها ألا وهو التفاؤل وعدم الهزيمة من الداخل بل قوة اليقين بالله عز وجل التي عاشها المصطفى صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته لقد كان مطاردا مهدور الدم جعلت مئة ناقة هدية لمن يأتي به حيا أو ميتا ومع كل ذلك فقد أظهر في طريق هجرته من الثقة بالله والتفاؤل بنصره ما يعجز اللسان عن وصله فعندما أحاط المشركون بالغار وأصبح منهم رأي العين بقي على ثقته بالله تعالى مطمئنا الصديق رضي الله عنه قائلا له لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وحينما تبعه سراقة بن مالك وشاء الله تعالى أن يحوله من راغب في قتل محمد إلى مدافع عنه يخذل عنه من جاء لطلبه بعد أن ساخت قوائم فرسه في الرمال ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقت فرسه قال له صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراخة إذا لبست سواري كسرة وهذا فيما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق من نصر الله وأنه سيبلغ المدينة ويقيم دولة الإسلام ثم إن جيوش المسلمين ستصل إلى أكبر دولة في ذلك العصر وهي دولة الفرس لتحررها وتغدم منها الكثير ويكون سوارا كسرة من بين تلك الغنائم وفي طريق هجرته صلى الله عليه وسلم لم يكف عن الدعوة إلى الله تعالى بل دعا بريدة ابن الحصيب الأسلمي وقومه إلى الإسلام فأسلموا وقد غزى بريدة بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشرة غزوة وقبل وصوله إلى المدينة التقى بري الصين من لصوص الطريق اسمهما المهانان فغير اسمهما وقال أنتم المكرمان ودعا إلى الإسلام فأسلم إن كل ما سبق وغيره يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا واثقا من نصر الله في أشد الساعات عسرا وضيقا وعلى الأمة اليوم ولا سيما أهلنا الصابرون في سوريا أن نقتدي به فنتفائل ونثق بنصر الله تعالى وبوعوده للمؤمنين بالنصر والتمكين وبوعيده للكفار والمنافقين بالخزي والذلة والشقاء وأن لا نستسلم لليأس والخدلان فأخطر شيء أن نهزم من الداخل لأن المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يقاوم نملة وهذه الهزيمة النفسية لها أعراض وأسباب أولا أعراض الهزيمة النفسية العرض الأول تنحية الشريعة الربانية وتقديم أقوال البشر على هدي الكتاب والسنة يقول الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فالأيام دول والصراع بين الحق والباطل صراع دائم لا ينتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقد تكون الجولة حينا للطغاة والمجرمين ولكن هذا لا يعني أن نهزم نفسيا فالهزيمة النفسية أخطر من الهزيمة على الأرض والعودة إلى شريعة رب البرية ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا فإن الحياة البشرية من خلق الله ولن تفتح مغالق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله ولا يمكن أبدا أن يتعدى هذا الدواء كتاب الله وسنة الحبيب رسول الله أيها الإخوة الكرام قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا بعيدا وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون العلماء قالوا إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل فما ظنك أيها الأخ الكريم بمن قدم قوله وفعله على قول الله وفعل رسول الله العرض الثاني اليأس من إمكانية التغيير وهذا عرض خطير أصاب كثيرا من المسلمين في هذه الأيام ممن يرددون هذه الكلمات لقد أصبحت تمثل معتقدا لدى بعض المسلمين فهم يرددون لا فائدة أنت تؤذن في خرابة أنت تنفخ في رماد عش عصرك تفرغ لتجارتك ولأولادك ولمكتبك ولكرسيك لوظيفتك هلك الناس إلى آخر هذه الكلمات التي تزيد المهزومة هزيمة والنشيط يأسا وخذلانا وقد شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه النفسيات المهزومة فقال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم الإمام النووي قال أهلكهم برفع الكاف وفتحها أهلكهم أهلكهم والرفع أشهر والرفع أشهر ومعناها أشدهم هلاكا وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا لأنهم هلكوا في الحقيقة فهذا عرض خطير من أعراض الهزيمة النفسية ألا وهو اليأس من إمكانية التغيير للواقع المر الأليم الذي تحياه الأمة ويريد كثير من أبنائها أن يفرضوا سياسة الأمر الواقع على الناشطين ممن يتحركون لدين الله ودعوة الله جل جلاله العرض الثالث السلبية القاتلة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسلم يرى أخاه المسلم على معصية يهز كتفه ويمضي كأن الأمر لا يعنيه وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وفي الحديث أيضاً من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلا عذر لك أيها الأخ الكريم أمام الله عز وجل فنحن جميعاً نركب سفينة واحدة فيها الصالح والطالح وإن نجت السفينة نجى الجميع وإن هلكت هلك الجميع كما في حديث النعمان قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وآذوهم فقالوا لو أن خلقنا في نصيبنا خلقاً ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً العرض الرابع وضع الإسلام في موضع الاتهام وهذا عرض خطير فالغرب يثير من آن لآخر بل في كل آن شبهات خطيرة حول الإسلام مثل الإسلام دين إرهاب الإسلام دين تطرف الإسلام ظلم المرأة البيت للمرأة المسلمة سجن مؤبد الزواج سجان قاهر لماذا تزوج محمد تسعة لماذا يتزوج الرجل في الإسلام أربعة لماذا حرم الإسلام الخلوة بين الرجل والمرأة لماذا تقطع يد السارق لماذا يرجم الزاني إلى آخر هذه الشبهات فينبرد الرد على هذه الشبهات فريق من الناس بمنطق أن الإسلام متهم فتأتي الردود هزيلة لأنها ردود المهزوم نفسيا اللهم ارحمة شهداء سوريا واشفي جرحاهم وفك أسراهم والحمد لله رب العالمين هذا بلاغ للناس